نشاهد نهارك سعيد مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد ونصبح عليكم مرة تانية والحياة دلوقتي هيكون معانا فقرة عن مبادرة جميلة جداً اتعملت وهي الحياة جديدة كمان وفريدة من نوعها واتعملت من أبناء شبرى أبناء شبرى نفسهم وكل رجال شبرى فكروا في حاجة جميلة جداً ايه هي بقى الحاجة دي؟ هي مجموعة من الوحدات السكنية اللي ممكن تخدم أبناء شبرى واللي ممكن توفر لهم أماكن سكرية كتيرة جداً بأسعار وبتكلفة قليلة جداً مش بس هيسكنوا إنما كمان هي هتشغل ناس عاطلين كتير جداً في شبرى وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما كل المصريين عارفين إن شبرى لوحدها زي ما بيقولون عليها كده بتبقى بلد أو هي محافظة لوحدها لإن فيها عدد سكان رهيب فالحقيقة يعني بنتمنى إن المبادرة دي إن شاء الله يتم تفعيلها ونهارده هنتكلم فيها أكتر بالتفصيل مع الأستاذ عادل حمودة وهو رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء شبرى واللي كانت صاحبة الفكرة اللي إحنا بنكلم حضراتكم عنها وهو صاحب واحدة من شركات المؤولات صباح خير يا فندم وأهلاً بيك معنا النهارده في نهارك سعي أهلاً بحضراتك يا أستاذ عادل واللي رانيا قالته هو طموخ وحلم ناس كتير يعني ومش حلم بعي يعني المفروض دي نحن من حقينا نسكن ونعيش ونشتغل حاجة في الرفاهية يعني فبالتالي لحدك بتقوله على قد ما هو بسيط وهو كلام رنان بس فيه واضح إنه فيه ما بيحصلش فنعايز أعرف المشروع إيه اللي مختلف فيه أو إيه فكرته نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع يعني الجديد بقى إن إحنا قررنا كشباب شبرى إن إحنا نعمل اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي إن إحنا ما نطلبش شيء من الحكومة ما نرهقهاش أكتر من كده كل ما فيه إن إحنا محتاجين موافقات على؟ بس على إيه موافقات على إيه؟ على قطعة أرض أيوة تتخصص لينا مقابل الدعم اللي بيتقدمه الدولة وهو عشر تلاف جنيه لكل شاب بياخد شقة من الشوق اللي هي كانت بتعملها شركات التلسطمار اللي كانت بتاخد الأرض مدعمة عشان تقدم الشقة للشاب بسعر قليل فبالتالي بتوصل سعر الشقة اللي مية خمسة وثلاثين مية واربعين ألف فالدولة بتدي له دعم عشر تلاف جنيه طب اللي دفع مية وثلاثين ألف ما قادر يرفع العشرة أكيد أكيد فالدعم ما بيأسرش معاه في حاجة أه أنا محا بنيكلم بقى على الشاب العاطل اللي ما معهوش أصلا يجي بالشقة طب معلش يا أستاذ عادي بس عشان نفهم برضو المشروع لأنه ما أنا ممكن يجي الصبح أقول أنا هعمل على فكرة مشروع وحدات سكنية وهشغل الناس بس أنا عايز أفهم أكتر المشروع بمعنى أنا أفترض أن أنا الحكومة أنا ديت لحضرتك أرض وديت لحضرتك الدعم ده؟ الأرض دي مرة واحد مش لشخصي أو للجامعية فقط ده باسم عشرين ألف شاب تمام هدي الأرض لعشرين ألف شاب مساحتها مثلا ربعمائة فدال عشان نبني عليها عشرين ألف وحدة سكنية طيب وشوبرة فيها أرض فاضي ربعمائة فدال يعني أنتو عندكم في المدن الجديدة أه في المدن الجديدة إحنا هنسميها مدينة شبرة الجديدة أو حي شبرة الجديدة لأن هي أصلا فيها تكدس يعني بزحمة جدا فمن هنا هتجيب أرض ربعمائة فدال في شوبرة لحكومة الدهاج لأ لأ شبرة جديدة لأ أنا هم نتكلم على المناطق الصحراوية تمام المدن الجديدة كأواخر المدن الجديدة إحنا بنقولش أرض مميزة الدهالنا زي ما انتو عايزين تدهالنا بس إحنا هنعمل اكتفاق ذاتي هنبنيها بنفسنا مش هنقولك نبنيها هنبتدل أول هنشغل نفسنا هنشتغل نمرة اثنين هنسكن نمرة تلاتة هنتجود ده بالنسبة للشاب العاطي الشاب المقبل على الجواز بالنسبة للشاب اللي هو تجوز أصلا وقع في خانون جديد ده ده أهم من اللي هو لسه يتجوز لأن دي مشاكل كتير وأنا قابلتني لما نزلت الشارع وقعتني مع شباب ناس كتير بيوتها اتخربت بسبب موضوع الشقة اللي على طول بينهم منها وناس كتير طلبين ايه بالضبط بقى من الحكومة يا أستاذ عادل الأرض الأرض مقابل الدعم مثلا للمشروع عندك الناس اللي هتشتغل يعني قل لي بالضبط ايه المطلوب من الحكومة وايه المتوفر من عند حضرتك المطلوب من الحكومة المبادرة بقطعة أرض نبني عليها الشقة بتاعتنا اللي هي أصلا هنحل منها مشكلة البطالة بمعنى ان احنا عندنا في شبرة كل الفئات من أول العامل لغاية المهندس ايه وفي الأغلبية العظمة يعني 75% نقول منهم عمالة وصنايعية وخلافة طب انا بتكلم كمان مش الشاب اللي عنده حرفة أصلا لا عندهوش حرفة ده انا هاخده هعلمه حرفة تمام في المشروع يعني يشتغل ورا صنايعي ولا نجار ولا حداد ورا ورا لعبة المأولاد دي فيها أكتر من 35 بنت فالمجال واسع للتشغيل هنعلمه وبعد كده نشغله يعني لو احنا هو شغال هو بيتعلم بياخد 1500 جنيه في الشهر هنحجز وهنرخص مين منه جزء من مرتبه للوحدة السكنية للوحدة السكنية يبقى شغال في نفس المكان اللي بيبني قداما اللي هو بيبنيه فعمره ما هيهمل فيه طب سؤال حضرتك منين هتجيب الفلوس بتاعت الالف ونص في الشهر دي؟ انا برضو انا في حاجة مش مدربكيني لازم انا هقول له حضرتك المشورة زي ما احنا قلنا اكتفاء ذاتي اللي هتنطلب من الحكومة جنيه واحد مفهوم مع ان ان الحكومة كانت عاملة شقة وصلت محطة رئيس وزير الإسكان ايه انا سمعته كان وصلت شقة ل196 ألف بالتقسيد انا عاملها ب45 ألف جنيه بالتقسيد من غير فوايا اشرح لي ازاي حدا بتقول كلام حلوة انا عايز اعرف ازاي يتعمل الكلام احنا هلم من بعض خمس تلاف جنيه من عشرين الف شاب ام كل شاب بيدفع خمس تلاف جنيه كل شاب بيدفع خمس تلاف جنيه اوكي الخمس تلاف جنيه دول مش مضلعة مش موضوع ده لو لمهم خمسين جنيه من كل عيلة من عيلته خالين من خمس تلاف جنيه طيب ان الجامعية اللي احنا عاملينها للشاب بعد ما تدرس عليه الموضوع لو معدم احنا بنفعله خمسة تلاف جنيه. وبيشتغل بيهم. ايه. وبيشتغل بيهم. وبيشتغل بيهم. اه اه. طيب وهل كل الشباب اللي حضرتك او الاولاد شوبرة او رجال شوبرة زي ما بيتقال عليهم. اه كل اللي انت شفتهم في شوبرة هل هم عندهم مستعداد ان هم هيشتغلوا في المشروع لان المشروع زي ما بتقول هكيزي من عمي. هيبقى النقهاش وهيبقى فيه كهربائي وهيبقى فيه. انا عندي الغاية دلوقتي اكتر من اربعة تلاف وتمنمية وخمسين شاب. اه. انضموا لي للجامعية وورايا وكانوا عايزين هما اللي يروحوا يطالبوا بقطعة الارض من رئيس الوزراء ويعملوا واحدة صمات فانا قلت. تانية. انا قلت لهم. خيالت للموضوع فانا قلت لهم لا طبعا احنا ما نبقاش همجيين احنا واحدة واحدة. طيب. اه. استاذ عدل لو لمنا خمس تلاف من عشرين الف احنا نتكلم في مية مليون اصلا تلاتي? بمية مليون. حال. ده رأسي من المشروع. ماشي هنبتدي من ده اللي نبتدي نشغل بيه حل. مية مليون. اه. تخيالي بقى مية مليون هيعملولنا اه حوالي تسعمية عمارة. اه. ماشي. تمام? العمارة في خلال سنة واحدة. اه. في خلال سنة واحدة. اي. هنبتدي فيه اقصاد. اقصاد دي من اين? اه. من نفس الشباب. تمام. مهم مش كل اللي هيتقدم لشقة. محتاج وظيفة. ما فيه اللي عنده وظيفة. بس ما عندهوش شقة. اه. طيب. هدخل. نعتبر ان احنا بنلم مثلا في كل سنة هنلملنا حوالي اه خمسين مليون. وتبقى مقدم الشقة خمس تلاف جنيه. او حاجز الشقة بخمس تلاف جنيه. خمس تلاف جنيه. يعني بالطريقة التجارية العادية يعني. اه. اه. والمرتبات هتدفعها من اين? من مئة مليون? من مئة مليون. وهنبني من مئة مليون? مش دي مش. ما احنا دلوقتي التكلفة العمارة مش هي عمالة. تمام? ومواد. مصنعيات. ومواد? اه. صح كده اولا. اه. يبقى المصنعيات منها فيها. لأ المصنعات ما هم هياخدوا الف ونص حدا كنت قلت بحد ادنى. وهو الف ونص احنا هنقسم منه. تمام? مش دي مش كده كده حتى طب اقول لحضر كده. يعني عايز افهم لقى انه معلش انا بس اقول لحضراتك حاجة. انا دلوقتي روجيت الصبح وقلت يا جماعة دوني كل واحد مواطر ديني خمسة الف جنيه وهسكنك الناس هتدفع لي بحسن نية. وفي الاخر انا ممكن اخطوش وقا مشي على فكرة. انا دي مش مشكلة. دي جامعية هم اصحابها. هم مين? الشباب هم اصحابها. اه الشباب اه. هم اصحابها هم الاعضاء فيها. اه. مش عادل حضر. انا احنا ممكن الصبح يشيلوه. اه. رئيس جامعية الصبح يتعامل جامعية عموية ويتشال. اه. ودي اه جامعية مراقبة. اه. من اه مركز المحاسبات ومراقبة من الدولة. واكيد فيها هيبقى 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 فيه ضمانات معينة هتتاخد اذا. انا منستعد لكل كافة الضمانات. كل الضمانات. كل اي. اكتبوا علي اقرار. اه. امنعوني من الصفر. اه. اه. مش اقول لكم ايه. كل حاجة. كل حاجة قانونية احنا مستعدين بيها. اه اه. تمام. يعني بص هاداك. افترت بيا السوق. انا بصراحة عشان نقمن نفسنا لازم ابقى بس ارحية كل اسئلة. افترت بينا السوق. افترد ان احنا جايين. اه. هنسرق الدولة دي. هنسرق الشباب دول. هنلعب بحلم الشباب. لازم تفترد كده. اه. تمام? عشان اتعمل فينا احنا معنا فيديوهات اهي. اه معنا. ده الايه? ده رسم المشروع او نموذج المشروع يعني اه. ده رسم اه مبدئي. ام. تمام? فاحنا احنا غيرنا الرسم ده لحاجة احدث من كده كمان. طب اكلمنا على موجود مبدئيا. اللي موجود ده اه عمارة مكونة من اه ارد واربعة دوار. ايوة. عشرين شقة الدور في اربع شقة. ام. تمام? بساحة الشقة سبعين متر. اه. طبعا المساح على مبنية على مساحة عشرين في المية او خمسة عشرين في المية من الارض. ام. حسب نظام المكتبعات العمرانية. ام. تمام? احنا اه عملنا دس الجدول للمشروع. وآآ لقينا ان شاء الله اتكلفنا خمسة واربعين الف جنيه. ده سعر سعر التكلفة. ده سنة. واحنا بنقدمه للشاب بسعر تكلفته بس. ام. عامل اي اه خطة زمنية للمشروع من وقت ما هتبتدي ام من وقت ما ان شاء الله لو الحكومة سلمتكم الارض. اه هتستلم الارض امتى? هتسلم الناس شوية امتى? طبعا دي دي حسب اللي هيتقدمه. ام. تمام? ازا كان كلهم هيشتغلوا في المشروع. ولا كلهم هي في حد هيدفع. ام. هيبقى من برة. دي دي محسوبة لان المشروع اسمه ابني شاقتك بنفسك. ام. احنا بنقدمها لك بسعر تكلفتها ابني شاقتك بنفسك. يعني. ابني شاقتك بنفسك ما بتفكركش بابني بيتك. اه. بالزبط. ما بتفكركش كده بشوية حاجة. ايو ايو ايو. اناس عانت معاها سنين طويلة برضو. احنا احنا عندنا الموضوع مختلف خلو. اه. اه الموضوع غير غير يعني كل واحدة على قد يعني. ام. مش مش هتدي له ارض من غير مرافق ومن غير حاجة وقول له ابنيها. وهو اصلا مرتبه ما ما يقدرش يبني. طيب اللي هيشتغل بالف وخمسمائة جنيه واللي بعد كده هيشتغل هي يعني انت هتدي له الف وخمسمائة جنيه مرتب وهيشتغل بيهم او حتى لو هو مش هيشتغل بيهم دلاتش يا استاذ عادل. اه انت هتكلف زي الاسمنت والحديد وكل الحاجات دي. ايو حددك ما هو. قدم ضمن التكلفة يعني واضح. انت. نسبة كم في المية اه مصطناعيات. ام. وكم في المية خمان. نقول سبعين في المية. ام. وتلاتين في المية. ام. تمام? فبالتالي المعادلة مش صعبة يعني. طيب ختاما كده هل مفكرين في نفس هنسميها نيو شوبرا بقى برضو. اه. اه. هل مفكرين انه يبقى في مدارس. يوتوبيا. اه. اه. لا لي ان شاء الله ده حالفوتي دي حاجات طبيعية مش فضلة ده طبيعي سكل واكل وشرب يعني. لا ده فيها كمان اه. مدارس. شجرة مسمرة. اه? جوه المشروع. شجرة مسمرة? شجرة المسمرة. اللي هو ايه? جوه المشروع بدل الجناين دي زرع اه شجرة من غير مسمرة. اه. انا اعملها مسمرة. حيال عشان ناس تعمل انتاج كمان. هل في مدارس اه مستشفيات? طبعا اه. حاجات كده تعمل عشان ما باش ناس اعضب في الملف يعني. اه. مدينة كاملة يعني. مدينة كاملة اه. جميل جدا. طيب. طيب. طيب مجلس ادارة جامعية ابناء شبرة. واحد اصحاب شركات المقاولات. شكرا جزينا على وجودك معنا يا فاند بنارد. نروح لفاصل ونرجع مع عيدة عندك فقرة عن الثورة. اه. سنة. احداث الثورة وسنة عدت نشوف ايه اللي حصل فيها. واني نشوفكم بعد الفاصل.